صفحة سوبر كورا اتكلموا على طاقم التحكيم لعيدين مباراة النهاردة وده الحساب الرسمي لسوبر كورا على الفيسبوك وذكروا ان الاهل النهاردة مع الحكم ابراهيم نور الدين حقق 20 فوز 5 تعادلات وهزيمة وتعد مباراة اليوم هي المباراة رقم 27 اللي بيدرها ابراهيم نور الدين طيب ابراهيم نور الدين عشر البطاقة الصفراء 36 مرة والبطاقة الحمراء 3 مرات في وجه لعيب الاهلي واحتسب 9 ضربات جزاء الحساب الرسمي سوبر كورا كان يعني مهتم ان يقول ابراهيم نور الدين صافرته هي وش السعد على الاهلي من خلال هذه الارقام لكن هذه الارقام لو حطيت قدامها مشهد عرقلة وليد ازارو في مباراة الانتاج الحربي هذا المشهد وضربة الجزاء اللي كانت امام الجميع هذه الضربة او هذه رقلة الجزاء تمحي الارقام في لحظة وما تكونش الارقام دي وش السعد ومع كل مباراة ممكن لابراهيم نور الدين بتكون متخوف اللي ما يكونش فيها اخطاء تحكمية الحمد لله هيكون فيه فار عشان العدالة تكون موجودة وبالمناسبة بنتمنى التفيل لطاقم التحكيم نحنش بنتكلم عن طاقم التحكيم قبل المباراة خالص نحن نتكلم على ارقام ومواقف سابقة ورصد لصفحة الحساب الرسمي لسوبر كورا على الفيسبوك وبتكلم ان هو وش السعد لكن تناسو هذا الموقف للغاية اللحظة دي المشهد كان اشبه بمصارعة الـ WWE وكانت المشهد كان صعب جدا اشتركوا في القناة